موسيقى بيتجدد معنا اللقاء دايماً بهيا سيلابريتيز معي أنا لندب عيني واليوم حيكون لنا جولة سريعة على صور وفيديوهات مشاهير الفن على انستغرام وسنابشات 10.000 دولار لأفضل لميكس من الفنانة أحلام وكارول سميحة هي أفضل مؤدية بالشرق الأوسط وكيف ظهرت إليسا بأحدث صورة لغلة في الألبوم أما ميريام فارس قد تنشر صور بتياب البحر على انستغرام والفنانة المصري مصطفى أمر مصاب بكسور بإيده ورأسه ومنشوف بعد انقطاع 47 عام من المشاركة المصرية شيرين بتوقف على مسرحة بعلبك البداية حتكون مع الفنانة الإماراتية أحلام واللي أعلنت عبر حسابه الشخصي بموقع صور الشهير انستغرام عن جائزة مالية قدرة 10.000 دولار لأفضل لميكس بتم تقديمه لأغاني ألبومه الأخير يلازمني خيالك أحلام قامت بعمل هيد المسابقة كنوع من أنواع الترويج لألبومه واللي ترحته من فترة واحتفلت بانطلاؤه من مصر أيضا من أهم الأحداث اللي تناولتها صفحات السوشيل ميديا خلال هيدا الأسبوع حفل جائزة داف باما ميوزيك أوردز واللي حضروا عدد كبير من نجوم الفن وحصلت كارول سماحة على جائزة أفضل مؤدية بالشرق الأوسط ونشرت كارول بسبب هيدا المناسبة مجموعة صور بتجمعها بالمطرب محمد مونير بحفل العشاء وعدد من النجوم المشاركين بالحفل أما المطربة إليسا فاختارت جوني بلبنان لتصور أحداث فوتو ساشن لإلا واللي بتستغله ضمن الحمل الدعائي لألبومه الجديد اللي بتستعد لطرحه مع شركة روتانا خلال أيام ونشرت إليسا صورة لإلا من هيد الجلسة أما الفناني ميريان فارس فقررت أنه تطير الجدل حولها من جديد وذلك بعد نشرة لصورة جديدة على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستغرام وظهرت فيها وهي بتلبس ملابس البحر ومعلقت ميريان على الصور واكتفت بطرحه لتشاهد ربط فعل الجمهور عليها وبالفعل مقسم الجمهور بين اللي حابب الصورة واللي ما حاببه حالة من القلق والتوتر ظهرت على جمهور الفنان مصطفى أمر بعد نشره لصورة لإله من داخل المستشفى وهو مصاب بكسر بإيده وراسه إلا أنه عاد سريعا ليطمئن الجمهور عليه مؤكد أنه هيد الصورة تم التقاطه أثناء تصوير فيلم الجديد فين قلبي نهاية جولتنا حتكون مع الفناني شيرين عبدالوهاب اللي أحيت مؤخرا حفل جماهيري ضخم بمهر جانب علبك حيث أنه أول فنانة مصرية بتوقف على هيدا المصرح بعد غياب 47 عام من المشاركة المصرية ونشرت شيرين صور لإله أثناء إحياء الحفل ولبس فستان مترز بالورد البلدي لتعبر عن مدى سعادتها بهيدا الحفل النادر بتمنى مشاهدينا تكونوا سكمتعتوا بحلقة اليوم مع هيا سيلابرتيز ما تنسوا تتابعونا على مواقعنا هياماج.com وإذا حابين تتابعونا على مواقع السوشيل ميديا فيسبوك، تويتر والإنستغرام وأكيد إذا حابين تشوفوا الحلقة السابقة فيكن تعملوا لنا سبسكرايب على هياماجازين أنا بشوفكم بالحلقة الجاية باي باي